بشكل سريع بس هوضح لك إزاي عندك في برنامج زي ريفت تعمل عندك الويندو تاخد أي زاوية للإنحناء بتاع الحاقط زي الحيطة دي مثلا واخد الزاوية والحيطة التانية واخد الزاوية تانية الحيطة دي مثلا واخد الزاوية تانية والحيطة دي واخد الزاوية هتلاقي عندك طبعا مش متماشي وفي ناس لقيتها بتحلها باسلوب أنا باعتبره غلط اللي هو ييجي هنا من الاركتكشور مودل ايم بلايس يعمل أي فتحة للهول لوحده لو انت اشتغلت اسلوب كل حالة لوحدها انت كده مش شغال برنامج ريفت لان ريفت هو برنامج أصلا بارامترك يعني بيتماشى مع المتغير لكن برنامج مودل لمودل واحد اه اشتغل باسلوب اللي هو كومبونت مودل ايم بلايس واعمل فتحة للحيطة دي لوحدها بالزاوية بتاعتها لكن اللي انت هتعمله هنا مش هيمشي مع الزاوية دي ولا دي سبب المشكلة هو الأوبين كات أي ويندو في البرنامج زي الويندو دي أو دي أو أي ويندو عمتها من الويندوز السبب بتاع الفتحة بتاعتها أو السبب بتاع الاوبين بتاعك هو حاجة اسمها اوبين كات يعني هاجي هنا هو شايف الخط الصغير ده شايف دوت عندك ده اسمه اوبينينج كات لو جيت حتى حبيت اعمل واحد من اول كاوبين كات اهو هيقولك لازم من وجهة ولما ااجي من وجهة ما عنديش اني اعمل حاجة الا من وجهة فقط اي شيب لكن ما عنديش الابشن اني ااجي من فوق واخليه ياخد كورب مثلا ودي له برامتر فده سبب المشكلة ازي هتخلص من المشكلة دي اني امسح الاوبين كات ده واحط مكانه حاجة زي الفويت برامتر اللي هو التمبلت دوت الويندو ميترك ويندوز دوس على اوبين بالشكل ده تاني سبب المشكلة هو الاوبين كات دوت كليك عليه وامسحه هنا هشتغل مكانه بحاجة زي السويب مع الفويت بس اول حاجة عايزه يمشي في المنتصف فهاجي من الانتوري او الاكستوريو هدوس على الابي دوس على الدي اي اوبوتهم بس اوبوته بشكل سليم يعني ده مع ده مع ده اي كيو ويقل في النص ده ادي له اسم تي وان مثلا من هنا ما تخليوش ويك خليه اللي هو السنتر اليفيجن ده اللي هتمشي عليه سويب هقفل البيو ده هاجيبها دلوقتي اعمل سويب عادي كريت واعمل سويب واعمل start end arc add start add end اي زوي مش هتفرق يعني اي انحناء مش هتفرق كده كده هياخد برامتر وده السبب بتاع الفيديو اصلا المهم عندك ده هيكون على المستوى التي وان اللي انت عملته وده بقى روبوته دوس على ال ال هات ال rb مع ال point d بتاعت الانحناء نفسه هات ال rb ده مع ال point d lock هات ال rb دوت مع ال point d lock هات ال rb مش ال wall ال rb و lock كده لو جيت 3d بالشكل ده ده الشكل بتاعك انت ربطت ده بال point نفسه بتاعت ال rb دلوقتي محتاج عندي يكون حاجة تمشي مع اي wall يبقى محتاج عندي اللي هو ال annotate وانا في الفاميلي هدوس على ال annotate وانا جوه ال option بتاع السويب هدوس على iridial وامسك ده سبك القيمة دي تاني دي هتكون parameter click عليها new وده اهم حاجة في الفيديو بتاع النهارة r for open لحالة معينة هدوس على اوكي انت كده خلصت تريبا 50% دلوقتي بقى ال open نفسه لو انا دست على done هيقولك ال open بتاعك ده هتعمله edit من هنا او من هنا او تعمله profile انا هعمله profile هقولك ليه هدوس على file هدوس على new هدوس على family همسك اي profile ده هيكون حاجة بسيطة قوي هدوس على line هعمله rectangle بأي shape بأي شكل مش مشكلة حتى دوس على di من هنا لهنا ومن هنا لهنا خلي ده بس ياخد قيمة parameter سميه اللي هو w open cp type مش مشكلة وده خليه h open او height open بالشكل ده هاجي هنا بس اخلي ده يكون مثلا 700 وده يكون 1000 مش متسنت عندك مش مشكلة يعني انا كده كده عامله بسرعة هتعملك بقى سنتبقى اي طريقه move او online مش هتفرق هدوس على file وسيفه عندي في اي مكان هسيف ده عندي في اي مكان باسم انه هو ال profile بتاع ال open كده تسيف عندك اعمله root بقى لل family اللي هي family اللي هي اصلا تكون window واخده curve لما هاجد الوقت هدوس على sweep هيقولك ال profile اخطاء لا نعمله الاسمه profile open بالشكل ده لو انا جي 3d هتلاقي عندك ده ال profile بتاعك اللي هيمشي على المستوى ده اللي هو واخد ايه كمان واخد عندك ال R كبرامتر تلاقي عندك الشكل بالوضع لسه مش واضح قوي هاجي هنا shaded اللي انت عامله ده solid طبعا كليك عليه خليه void من هنا وبعد كده ديوس على cut ده من ده بس كده لو انا جيت من فوق طبعا يمكن عشان VR انت مش شايف مستوى القطع هغاية بس ال VR هنا اخلي مستوى القطع بتاعي يكون اوضح شوية 1500 مثلا بالشكل ده عشان بس تشوف القطع بتاعك شايف القطع بتاعك واخد الزاوية دي لان انا مديله R كradius اللي هو عندي هنا البرامتر ده ده اهم حاجة في الفيديو على فكرة لو هيمشي مع اي حائط باي زاوية لغاية تمام حالة دي ممكن بقى تيجي هنا تشكل في الشكل بتاعك ده تعمل الحلق بتاع الشباك سويب اهو دوس على pick واختار الحلق يمشي على المجا ده مثلا تعمل اي حاجة انت عايزه بقى الفكرة درواتي لما دوس على load into project لما دوس load للبروجيكت الاساسي اللي هو البروجيكت دوت انت بقى عندك فيه ويندو اهي هاتها عندك فيه الحائط ده بالمنظر ده بس اخلي الحيطة دي تكمل شوية شايف عندك الار بتاعت الحيطة دي والار بتاعت الحيطة دي مختلف عندي كمان الويندو اللي عندك هنا اللي هي هنا الار بتاعتها 1600 والار بتاعت الول نفسه 3400 يبقى هدوس على الار بتاعت كل الول وادوس ان دوت يكون reporting parameter هسمي دوت اللي هو الول R1 أو radius 1 دوس على اوكي همسك بقى الويندو اقول لو سمحت خلي الار اوبن بتاعت الويندو تمشي مع الول R1 هتلاقي عندك ان الزاوية هنا اصبحت 3400 زي الزاوية دي نفس الشيء هاجي هنا عند الار بتاعت الول التاني المنحني التاني هقول دوت خليه الول R2 وخليه reporting ودوس على اوكي دلوقتي لما ادوس على ال WN اللي هو الشورتكات بتاع الويندو واجيب عندي الويندو هنا بس اعملها فلاب ناحية تانية هنا عندك الويندو واخدها زاوية لسه مش زي ديت كليك هنا هات ال R2 اللي هي هتكون كام؟ 8250 اهي 8250 نفس الشيء الثالث وهكذا فبالاسلوب دوت انت ممكن تربط عندك اي متغير مع اي زاوية بتتغير معك سواء عندك انه الانحناء بتاع حائط او حتى تعمل عندك باب يكون ماشي مع الانحناء لان الباب برضو نفس القصة عندك open cut في الباب امسحه وعمل مكانه void بزاوية ياخد R متغير مع قيمة R بتاعت الول فدي بس النقطة اللي حابيت اقولها لك في الحلقة دي ازاي بعمل عندي ويندو تتماشى مع الكيرف بتاع اي حائط بشكل متغير وشكل سليم في برامتر كفي برنامي جورد